نرجع بقى للكرة المحلية ونبدأ الكلام عن الكرة المحلية الاهلي النهاردة أعلن عن قميصه رسميا وطلع هو نفس القميص اللي كان سربت صور التسجيل بتاعه أو التصوير على مستوى اللاعبين من أيام الاهلي قدم اتشارت بتاعه بشكل مختلف بأغنية بالأسلوب الحديث الأغاني الشبابية ببعض المصطلحات اللي بيحبها جمهور النادي الاهلي أو مثلا الكلام عن القضية الكلام عن أننا ما ببطلش أخذ بطولات أننا مش محتاج أننا أعود أشرح لأننا بوفر وبكسب بطولاتي لكن مع الطريقة الشيك أو اللذيذة في التقديم الناس كلها تناولت هذا التيشرت بتفاصيل دقيقة تهمهم برضو كمشجعين وزي ما قدامنا في الصورة كان اللاعبين مشاركين في هذا التقديم طيب ده التشرت الجديد مبدأين كده شكله شيك شكله حلو أنا شايفه شكله شيك بالتضليع اللذيذة اللي موجودة فيه دي شكله حلو الشعار ناحية الشمال على الصدر وعلى ناحية اليمين العلامة أو البراند أديدس اللي بيتولى رعاية قميس الأهلي لسنوات جديدة قادمة طيب إيه بقى أهم الملاحظات؟ نمسك الشعار نفسه بقى لو عملنا كده إيه زوم شوية هنلاقي ده الشعار الجديد مبدئيا حذف منه بالفعل كما علمنا من أيام وكما أعلن الأهلي رسميا ردا على الجدل اللي حصل كلمة نادي القرن الإفريقي وده أثار جدلا وده فسره الأهلي بشكل رسمي وإن كان جمهور الأهلي من حقه وأنا شايف أن هي غريبة شوية أن يبقى فيه إزالة الإسم ده حتى وإن كان ليه مبررات رسمية لكن في النهاية ده لقب يعني على المستوى التسويقي مثالي بل وحارب الأهلي عليه بل وقاد الأهلي رئيس الزمالك عليه من أيام لما أو من أشهر طويلة لما حاول أنه ياخد اللقب أو أنه يتحيل حسب وصف الأهلي للحصول عليه فاتشالت القصة دي تاني حاجة تحطي كلمة الأهلي أفسي وده برضو براند جديد بيسوى ليه الأهلي الملاحظ كمان أن الأهلي استغنى عن العشر نجمات اللي بتمثل كل بطولة على مستوى دوري أبطال أفريقيا واستعاض عنها بنجمة واحدة فيما يشبه ما يستخدمه في التتويج بلقب الدوري فوق فيه أربع نجمات وأربع نجمات كل نجمة بتمثل عشر بطولات دوري الأهلي متوج بـ 42 دوري يعني حينما يصل الأهلي إلى اللقب الخمسين هتلاقي نجمة خمسة حطت فوق حينما يصل إلى اللقب عشرين في بطولة دوري أبطال أفريقيا ستجد نجمة أفريقية جديدة وأقصد نجمة أفريقية لأنه حتى زي ما أنت ملاحظ اللي فوق تصميم النجمات اللي فوق مختلف عن تصميم النجمة اللي تحت لأن ده يشبه النجمة المشهورة في أفريقيا الملاحظ بقى أن كلمة الأهلي بالعربي مكتوبة غلط الهمزة مكتوبة على الألف على اللام يعني مش على الألف مكتوبة على اللام بتاعت أل مش على الهمزة مش على الألف بتاعت أل أهلي ودي بصراحة غريبة قوي غريبة قوي ولو رجعت للتصميم القديم بنفس طريقة الكتابة كلمة الأهلي هتلاقي أن الهمزة محطوطة بشكل صحيح يعني مثلا مش هيبقى المبرر أنه لأ ده دي طريقة كتابة كده معوجة فتمام لأ لأن الشعار القديم كان كلمة الأهلي مكتوبة الهمزة على تالت لو هتحسبها خطوط يعني على الألف دي مكتوبة على اللام بأعتقد لابد من تدركها وإن كان يبدو الأمر صعبا وهو بنفس طريقة الكتابة وهو وده الشعار القديم وده الشعار الجديد مبروك للأهلي تيشرت شكله شيك على أي حل وسيظهر لأول مرة في مباراة اتحاد المونستيري وطبعا من الملاحظات إن رقم 72 تم إزالته ولكن ده إذا أراد الأهلي ممكن يطبع لحقا سواء على مستوى المباراة الرسمية أو على مستوى التدريبات كما كان متواجدا في الأيام أو المواسم الماضية ترجمة نانسي قنقر